السلام عليكم ورحمة الله ده كان شكل كبوت السيارة او غطاء المحرك من الداخل وهو بدون اي عزل والنتيجة سخونة الكبوت وصوت اعلى للمحرك وتضرر الدهان مع الزمن وده اصبح الوضع بعد ما تم عزله حراريا وصوتيا واصبح صوت المحرك اهدأ واتمنعت السخنية من الوصول للكبوت والدهان مش هتضرر تابع معايا وهشرح لك الخطوات والطريقة العزل ده تقدر تنفزه بنفسك على كبوت اي سيارة وليه ثلاث فوايد مهمة جدا الاولى انه هو بيمنع انتقال حرارة المحرك للمعدن بتاع الكبوت التانية انه هو بيقلل صوت المطور وخصوصا على السرعات العالية التالتة انه هو بيحافظ على اللحمات والهيكل والسيليكون العظم اللي في الكبوت وبيحافظ على البوية بتاعته من الداخل ومن الخارج خليني بقى اواري لك خطوات تنفيذك علشان تعزل الكبوت او غطل محرك في سيارتك ايا كان نوعها بتنظف الكبوت من الداخل الاول بتشيل ايك لبسات تسبيت بلاستيك قديمة موجودة فيه او اي حاجات مشابهة ولو عندك لحمات سيليكون عظم برزة بتقطعها الاول بحذر باستخدام قطر عادي من غير ما تخدش الدهان الداخلي والهدف ان السطح الداخلي للكبوت يكون املس وناعم وبعدها بتجيب مشامع بلاستيك كبير تفرده فوق محرك السيارة وتثبته من اللجناب باستخدام مغناطيس او اي حيلة تانية وباستخدام المية والرغوة بتغسل الكبوت من الداخل كويس جدا علشان تشيل اي اتساخات واي زيوت او شحمات ومرحلة الغسيل دي مهمة جدا على فكرة وبعدها تشطف بالمية وطبعا المشامع الكبير هيمنع وصول المية للمحرك بعد ما تخلص غسيل نزل الكبوت لتحت علشان يصف المية اللي متخزنة فيه من جوه وتستنى لحد ما يجف تماما من المية وما تشيلش المشامع صفيه من المية فقط وسيه في مكانه وهتحتاج طرد عزل كبوت السيارة وده بيجي عشر قطع تخانة ستة ملي والقطع مأسها خمسين سنتي في تلاتين سنتي لما قربها لك هتلاقيها عبارة عن خلايا متشابكة ومعقدة من الفوم المخصص لامتصاص الصوت وتشتيته ومنع انتقاله من الظهر عليها ورقة لما تأشرها هتلاقي تحتها دبل فيس يعني بيجي جاهز على اللزق ومن الوش عبارة عن نسيج ألومنيوم حراري بيمنع انتقال الحرارة وهقلب القطعة وجيب ولاعة وولع فيها وهتلاحظ انه مش بيتأثر بالحرارة يعني مناسب جدا للاستخدام في الكبوت من الداخل فوق محرك السيارة القطعة نفسها مرنة جدا وقابلة للتشكيل على اي انحناءات في المعدن بتاع السيارة وهسيب لك الرابط بتاعه تحت الفيديو لو حبيت تجربه مع العلم انه بينفع على كبوت اي سيارة وهينفع للسيارات اللي بتنزل من غير عزل الكبوت طريق التطبيقه سهلة جدا بتأشر الورقة اللي في الظهر بس ما تأشرهاش كلها علشان تقدر تتحكم فيه أشر جزء صغير منها وابدأ يلزق من على الحفة الداخلية واضغط بايدك وبصوابعك علشان يتشكل وياخد كل الانحناءات اللي في المعدن وأشر جزء تاني وارجع اضغط بايدك أو بصوابعك علشان ياخد شكل الانحناءات اللي في هيكل الكبوت من الداخل وواحدة واحدة أشر جزء واضغط عليه علشان يكون هو والمعدن واخدين نفس الشكل وما يكونش فيه أي جزء منه معلق ومش ملزوق لازم يكون كله ملزوق لما تيجي تلزق القطعة التانية جنبها خليك حريص انك ما تسيبش أي فراغات نهائي ما بين القطعة وبعضها علشان تضمن جودة العزل الحراري والصوتي اللي هتتعمل للكبوت ده كان شكله قبل التنظيف والعزل وطبعا كان بيسخن من المحرك ومخلي صوت المحرك عالي وده أصبح شكله بعد ما تعزل عزل صوتي وحراري واتمنعت مشكلة سخونية الكبوت وأصبح صوت المحرك أهدى فاضل نقطة مهمة أخيرة خلي بالك منها وهي ان المنطقة اللي فوق البطارية مباشرة لازم تشيل منها النسيج الألومنيوم والطريقة بسيطة جدا حط أي حاجة خشب فوق البطارية وبعدها اقفل الكبوت عليها وهات ألم ودخل إيدك تمسك الخشبة في مكانها وارفع الكبوت وانتماسك الخشبة وباستخدام الألم حدد المنطقة اللي فوق البطارية وهات قطر واقطع بيه مكان العلام بتاع الألم من الأربع جهات ودخل حرف الكطر يطلع لك طبقة النسيج الألومنيوم فقط وتنتزعها بحرص وهتلاقيها بتطلع معاك وتسيب تحت منها الكلوزدسيل فوم أو خلايا الفوم المغلقة واللي هي برضو عازل مانع للصوت لأنه ما ينفعش يكون فوق أطراف البطارية نسيج ألومنيوم وده أصبح الشكل النهائي للعزل بعد ما تم تفريغ المنطقة فوق البطارية لايك وشيرلي الفيديو علشان اللي عايز يعزل كبوت سيارته هو عايز يعرف الطريقة والخطوات بكده أكون وصلت لنهاية الفيديو ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله